لا يختلف أحد على أهمية وعظمة هذا المكان إنه مجمع مصاحف الملك فهد بالمدينة المنورة إحدى المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين وفي مصر تمتد يداه بالخير للجميع هكذا كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن سعيها للاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجمع الكبير من خلال اتفاق بين وزارة الأوقاف ومجمع مصاحف الملك فهد بعد زيارة وزير الأوقاف المصرية إلى المجمع ما لمسناه في هذه الزيارة من دخامة العمل ودقة المتابعة الشديدة والحرص الشديد وما يتم استخدامه في المجمع من تقنيات وذلك حرصا على أن لا تخرج نسخة وحدة من كتاب الله عز وجل إلا وقد تم مراجعتها وتدقيقها واتفقت وزارة الأوقاف مع مجمع مصاحف الملك فهد على تزويد الوزارة بنسخ من إصدارات المجمع وتبادل البحوث والدراسات بين الجانبين بالإضافة إلى عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لنقل تجرباته في طباعة المصحف الشريف وترجمتي معاني هذا التوجيه إنما يدل على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ويأتي أيضا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتي وجه فيها فضيلة الشيخ عبداللطيف ألا الشيخ بتزويد وزارة الأوقاف بعدد كبير من كتاب الله عز وجل واهتمت المواقع والصحف المصرية بهذا الاتفاق الكبير خاصة وأنها المرة الثانية التي يهدي فيها مجمع مصاحف الملك فهد مجموعة من نسخ القرآن الكريم لوزارة الأوقاف بعد المرة الأولى التي تم إهداء الوزارة فيها كما يقرب من خمسة وعشرين ألف نسخة من المصحف الشريف اتفاقية تكرس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتؤكد على مسؤوليتها الملقى على عطقها بنشر كتاب الله في كل أنحاء العالم لقناة الإخبارية محمد عبدالحكم القاهرة